بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة السلام على نبينا الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جمعة مباركة وتقبلة منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله مرحبا بكم على قناة خدكم هوريا أتيب ومرحبا بالمتتبعي الجدد نقول لكم أهلنا وسهلا بكم وشكرا للمتتبعين الأوفية هذا الفيديو إخواني أخواتي رح ينتعرفوا عليه على معلومات حصرية ومعلومات جديدة تهمكم تابعوا الفيديو إلى الأخير باش متراطيوش حتى معلومة رح ينتعرفوا على المعلومات التالية أول حاجة رح ينتعرفوا على يعني ناقص 50% على الليبي اللي رحين للجزائر خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك لكل الجزائريين اللي يعيشين في خارج الجزائر رح ينتعرفوا كذلك على ساعة الصيف أن التنقل من ساعة الشتاء إلى ساعة الصيف رح ينهدروا على كذلك اللي جا فيها القرار اللي جا بيها رئيس الجمهورية فيما يخص أسعار الرحالات ورح نتعرفوا على أمور واحدة أخرى والإضراب الأسود تعقود وفرنسا رح تغلق تماما إخواني إخواني إخواتي والحكومة الفرنسية رح فيه هبوط رح يعني كومين فلاش رح هابطة وماك خوما ما زالوش بزيب وديميسيوني تابعوا معايا الفيديو إلى الآخر باش متراطيوش حتى معلومة أول حاجة رح نقول لكم على باريس مسجد باريس الكبير يعلن عن بداية شهر رمضان المعظم 1444 2023 في فرنسا سيكون يوم الخامس 23 مارس 2023 بحول الله نقول لكم رمضان مبارك للجميع ولكل الأمة الإسلامية إن شاء الله تصوموه بالصحة والهنى المعلومة الثانية التي تتعلق بموعد الانتقال إلى التوقيت الصيفي في أوروبا سيتم الانتقال بالفعل إلى التوقيت الصيفي في أوروبا في ليلة الخميس ليلة السبت عفوا 25 مارس إلى الأحد 26 مارس الساعة الثانية صباحا ستكون الساعة الثالثة صباحا وككل عام في يوم الأحد الأخير من شهر مارس ستتحول جميع الدول الأوروبية إلى التوقيت الصيفي ستكون الأيام أطول حيث بدأ الانتقال إلى التوقيت الصيفي في أعقاب أزمة النفطة في 1974 و1973 ويتم كل عام في يوم الأحد الأخير من شهر مارس في فرنسا وفي كل أوروبا الانتقال إلى التوقيت الصيفي حيث شارع في العمل بهذا النظام الخاص بالتوقيت الصيفي والشتوي في عام 1998 أما الخبر العاجل والمفرح وهو تبعا لمخرجات اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 22 مارس 2023 تعلم المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين زبائنها الكرام من الجالية الوطنية المقيمة بالخارج أن يمكنهم الاستفادة من تخفيض استثنائية تقدر بـ 50% على تذاكر الباخرة للسفر إلى الجزائر خلال شهر رمضان بما في ذلك أيام عيد الفطر وهذلك لقضاء الشهر الكريم في بلدهم وفي أحضان أهالهم وهذا ابتداء من 21 مارس 2023 منتصف الليل كذلك الخطوط الجوية الجزائرية تعلن لعملاء الكرام والجالية الجزائرية المتواجدة في الخارج أنه وثقا للإرشدات التي أصدرها السيد رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء يوم 20 مارس أنه تم فتح منح تخفيض 50% خاص بشهر رمضان الكريم وذلك لصالح الدرجتين إغغغاش للرحلات الدولية نحو الجزائر كما نحيطكم علما أن فترة المبيعات ستمتد من يوم 21 مارس إلى غاية 23 مارس 2023 وفترة السفر ستكون من 21 مارس إلى غاية 10 مي بحول إلى 2023 يعني السيد رئيس الجمهورية دارلكم تخفيضات 50% في الرحلات البحرية ورحلات الجوية اللي حابي يعقب برمضان في الجزائر واللي يعيد في الجزائر فبين أحضان أفرد رائلته فعليكم راح عندكم 50% وهذه حجم لي حيعني أول مرة يديرها نرجع إلى أخبار فرنسا إخواني أخوتي كما تعرفوا الإضرابات راه متواصلة ومتواصلة جداً ما لقعي القانون التى التقاعد راه فات وذو صادقة عليها الحكومة وراه في مجلس السيناء تعلن غداً فرنسا يعني راح يكون إضراب قوي إضراب حيكون يوم أسود يوم الخاميس 23 مارس 2023 إخواني أخواتي وش نوصلكم حذاري للعمال واللي يبغيين يخدموا واللي لازم عليهم يخدموا يروحوا بلي فيلو بلي موتو بلي سكوتر المهم ما تاخدوش لتخام اللي بيسرها هم ما كانش إخواني راه ينسبة قليلة 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 جداً كذلك الرحلات راح تكون اضطراب فيها الرحلات الجوية والرحلات البحرية كما الرحلات البحرية تعمل غدوة رغم أجلها إلى يوم 25 مارس 2023 يعني المؤسسة البطنية تطلب السماح من زبنائها كذلك الرحلات البحرية الأخرى مع كورسيكا راح تتأجل ولا راح تتقدم الرحلات الجوية فيها إعلانات يعني فيها إلغاء فيها كما يقولوا تأجيل للرحلات الجوية فاتة تونسيو إخواني أخواتي فرنسا كما قلت لكم راهي رايحة يعني حكومة فرنسا رايحة تروح مكخو ما مزلوش بزف وديميسيوني راهو على حفة الهاوية فلا لنا هم عايشين في فرنسا إخواني أخواتي المعيشة كما راكم تشوفوا فيها راهي غالية بالبزس وخاصة خاصة في شهر رمضان المعظم يعني أول مرة أول مرة في التاريخ أنا من لي دخلت فرنسا الأسعار في رمضان يطلعوها في فرنسا ولا في أوروبا أول مرة نشوفها لكانتوا ما راكم شايفينها يعني لي زنين اللي فاتوا قولوا لنا أنا أول مرة نشوف الأسعار ترتفع بهذا النسب القوية جدا واللي فاتت 60% يعني من عدد طماطيش تسبع سيزو مبقى لنا ما ناكله فلا إخواني أخواتي هذه هي الأخبار وكاين أخبار أخرى راح ندروها في فيديو قادمة بحول الله ما تنساوش تبارتاجي الفيديو مع أحبابكم خاصة خاصة بالنسبة لتأجيل الرحلات ولا رحلات الجوية ولا البحرية كذلك الأسعار اللي راهي مديرينها 50% غالجي غي وأنجي غي في غي استغلوا الفرصة وروحوا شوفوا والديكم واللي مش خدام ولا ما عندوش ولدته يقرب يقدر يروح يسوم في رمضان ولا يعيد في يعيد يسوم في البلاد ولا يعيد في البلاد عفوا نقولكم نلقاكم في فيديو أخرى بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته